مرحبا مع السندي برادر جانا لكم تطبيقات جديدة عن السفر اليوم بدنا نحكي عن تطبيقات الهوتيلات وهذا مهم جدا طبعا انك تكون عارف وين رايح وحاجز في ناس كتير بتحب تحجز لما تكون في طريقها وهذا طبعا باعتمد من مكان لمكان راح نحكي عن عدة تطبيقات واللي اسهلها اللي هي اير بي ام بي كلنا بنعرف بتحط اسم المكان والتواريخ والعدد الزوار وبعطيك ناس بتأجر يا عندها غرف يا بتستأجر شقة كاملة لمدة معينة اير بي ام بي كويس كتير خاصة للعوائل اللي بتتنقل لانه بعطيك تقريبا حرية في البيت قدر تطبخوا وهذا في عنا هوستل دوت وورد هذا او هوستل وورد هذا بعطيك الهوستلات في العالم سهل جدا استخدامه برضه بالمكان بالدكيات والتواريخ وعدد الزوار وهذا معظمه الهوستل الهوستل بيختلف عن الفندق انه الناس بتعيش في غرف مشتركة يعني بكونوا مثلا ستة في الغرفة او اربعة في الغرفة وعادة بكونوا السراير طاب اين افضل تطبيق للهوستلات اللي هو تريفاغو تريفاغو بتحط في المكان اللي رايح هو التواريخ بعطيك الاسعار زي ما انتو شايفين على ارخص الاسعار على عدة سيطات يعني مثلا خلينا نحكي مثلا هذا الهيلتون في كيبيك بوديك على اكسبيديا مثال هذا راح يوديك على هوتل ويبسايت هذا ديركت على الهوتل ويبسايت لكون كوغ دكيبيك برضو بوديك على الويبسايت نفسه يعني امثلة زي هيك ما بعرف هذا وين دي ودينا ما نشوف مكان ثاني هذا بوديك على اكسبيديا في منهم بوديك على هوتلز دوت كوم يعني هذا على بوكينغ مثلا بوكينغ دوت كوم هو بتجيب لك ارخص سعر هذا اللي كويس فيه لتريفاغو هو عبارة عن وسيط طبعا بدي اشرحلكو اياه اليوم موقع ايرن اخرين وهدول اللي بدي اركز عليهم كوتش سيرفينغ هو عبارة عن تنام عند احد بلاش هل فكرت في ذلك التجربة غريبة انا اول مرة بديت فيها لما جربتها كانت بالنسبة لي صعبة لكن بعدين حبيت الفكرة انك بتتعامل مع ناس بيحبوا السفر بيحبوا يسمعوا عن ثقافتك وانت كمان بتحب تسمع عن ثقافتهم سهل جدا بتحط الابكمينغ ترافلز تبعك عادة الناس احيانا كتير بتلاقيك بيحبوا هذول الناس اللي دفعوا مصاري عشان verify their account بدك تحدد الجندر اللي هو ذكره وانثى اللانجوج بديوا يحكوه اذا بدي أعطيك private room ولا public room انت عبارة عم تسكن عند ناس بس بيستقبلوك تسكن عندهم عش مهم جدا مهم جدا مهم جدا انك تطلع على الهوست يعني نعطيك مثال نعطي مثال هذا الأول واحد جاي الهوست هذا مثال جاي ما عامل هوست لأي أحد عادة بتكون بالبرتقالي الدول اللي عمل لهوستي جديد شكله على الموقع لازم تقرأ عن البيت تابعه يعني في كتير أحيانا يعني صارت عدة حالات في ناس بيحطوا شروط معينة ولازم تقرأها كويس ما بدك توصل للمكان وبعدين تندهش ومن هاي الأمثلة في صديق إلي حكالي على الكوش سيرفينغ راح وبس وصل على فرنسا دخل راح عند البيت الناس اللي بتديرو عندهم أول ما دخل رحبوا فيه قالوا له اشلح قالوا نعم قالوا له يس انت ما قرأت الشروط الشروط هذا البيت انك تكون شالح تماما يعني ما فيه أي ملابس كما خلقتني يا ربي زي ما بيحكوا فطبعا انصدم هو وقال لهم لا I'm sorry وطلع فلازم تكون قارئ هذه الشروط فيه ناس كتير رائعين زي ما حكيت بس بحبوا انهم يتعرفوا على ناس ولانهم برضو بحبوا يسافروا هذا الكوش سيرفينغ فهو أسكن عند أي أحد بلاش والموقع الثاني اللي هو Worldpackers هو عبارة عن موقع للفلنتيرزم ممكن انت دور على ناس يستقبلوك في المكان اللي بدك يا بالتاريخ اللي بدك يا بيطعموك ويشربوك بشرط انك تشتغل عندهم خمس تيام في الأسبوع أربع تيام بالأسبوع وعادة ما بعطوك حتى كوبونات للفنادق وفي المحلات المحلية طبعا ممكن مثلا تتطوى بأشياء كثير هنا مثلا teaching تدرس لأولاد الصغار انجليش أو لغة ثانية عادة انت بس بتسافر لازم تنهون مثلا تطوى عشرين ساعة بالأسبوع teaching language art في تساعد بالكيتشنز عندك two days بالويك off shared room رح يعطوك breakfast و lunch و dinner free tour رح يساعدوك في المكان اللي رح تروحه رح يساعدوك أيضا بأشياء بدك إياها وهذا verified host وعادة لازم تنتبه على موضوع verified هذه المواقع اللي حبيت أشارككم إياها اليوم وإن شاء الله تكون كل رحلاتك متعة وراحة ويعطيكم العافية